الآن ننتقل للفيديو البعض السؤال اللي بعده اللي هو نقلنا نتكلم فيه عن الركارجن قبل ما نجي نشرح الكود الكود بسيط جدا بس نبقى نشرح ايش هو الركارجن احنا تعلمنا المثد ايش تعني المثد المثد اني اسوي منادأة او استدعاء اللي نسميه calling لمثد معينة طيب الركارجن هو لما المثد هذي تسوي استدعاء لنفسها غريبة صح العادة سوي استدعاء المثد من وين من المين مثلا من المين مثد هذي المين مثد هنا على سبيل المثال المين مثد داخلها سويت استدعاء المثد اسمها factorial اللي هي هذي هذي مثد ثانية طبعا ما يهم الترتيب وين المين مثد هنا ولا هنا ما يهم الترتيب اهم شي ان يكون موجود المين مثد فاحنا تعلمنا قبل كيف نسوي استدعاء المثد ثانية بس اللي بنيشترح لحين الركارجن الركارجن هو ان المثد سوي استدعاء لنفسها فلاحظوا هنا هذه المثل اللي هي static int factorial تستقبل طبعاً انتجر فيها هنا if else لاحظوا أن في ال else هنا في عملية سوّت استدعال نفسها سوّت factorial وأرسلت لنفسها قيمة فتخيلوا معي كيف الركارجن أن هذه المثل قاعد تسوي استدعال نفسها كل شوية تسوي استدعال نفسها الركارجن يعني في عالم البرمجة اللي هي فوائد عادة أن مرات يكون أخف على الذاكرة أو أخف على الرام فنحن نتكلم هنا عن شيء ثانوي لما يكون البرنامج حجمة كبيرة أو البروجيكتين سوي حجمة كبيرة فنستخدم فيه مثلاً نستخدم فيه الركارجن بس دعونا نأخذ فكرة لحين ما نتعمق كثير دعونا نتعرف عن الركارجن بكل بساطة سوينا هنا system.out.printline نسوي factorial طبعاً أنتم تعرفون إيش الفاكتوريال الفاكتوريال أنه الفاكتوريال حق العدد خمسة اللي هو إيش معناه خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب ثانين ضربوا أحد يا سلام فهذا هو الفاكتوريال فنحن نحن نبغي نطلع فاكتوريال خمسة هذه عملية رياضية يعني رياضيات أي شو فاكتوريال خمسة جينا سوينا method سميناها فاكتوريال هي بتسويلي هاي العملية من نفسها فجينا الفاكتوريال هذي قلنا أرسلنا لها العدد خمسة فنجي هنا الفكتورية لاحظوا أن النوعها integer مع أنها هذه لازم تسوي لي return لعدد integer استقبلنا هنا خمسة في ال-n قلنا f أولا إذا ال-n تساوي الواحد سوي لي return الواحد خلوكم من هذه الحين نجيها بعد شوي نروح لل-else داخل-else ويلي return لأن هذه طبعا نوعها integer فلازم تسوي return فعملية return هنا قلنا ال-n اللي هو خمسة ضرب كم ضرب factorial n-1 فسوينا الآن calling من جديد لنفس المثل وأرسلنا لها خمسة نقصا واحد يعني أرسلنا لها كم أرسلنا لها أربعة فلما أرسلنا أربعة من هنا استقبلنا أربعة من جديد طبعا ال-n ما تساوي الواحد فنروح لل-else سوينا return الآن قلنا ال-n تساوي كم أربعة نضربها في كم في factorial أربعة ناقصا واحد يعني ثلاثة فبتسوي نفسها استدعام من جديد فلاحظوا أنه في تعمق في الموضوع عشان كذا سويت لكم هنا comment يوضحنا العملية في البداية قلنا احنا أرسلنا خمسة استقبلنا خمسة هنا تمام دخلنا في ال-else وقلنا return كم خمسة ضرب فكتوريال خمسة ناقص واحد فهنا سوينا استدعاء خمسة ناقصا واحد يعني كم أربعة معناه دخلنا من جديد دخلنا لل-else صار عندنا أربعة ضرب فكتوريال أربعة ناقصا واحد يعني كم؟ يعني ثلاثة فلاحظوا هنا خطوة لبعدها ثلاثة ثلاثة ضرب فكتوريال ثلاثة ناقصا واحد يعني كم؟ يعني ثنين وهذه كل مرة العملية الفكتوريال يقع تستدعي نفسها وترسل لنفسها رقم أحيان أرسلنا كم؟ ثلاثة ناقصا واحد يعني ثنين فنجي هنا نقول ثنين ضرب فكتوريال ثلاثة ناقصا واحد يعني كم؟ يعني واحد فأرسلنا واحد لما أرسلنا واحد جينا قلنا f-n-si-1 true الواحد يساوي واحد دخلنا نسوينا return لكم؟ واحد طيب سوينا return الوين؟ نفس المكان اللي سوينا مننا استدعاء آخر مرة اللي هو وين؟ فهنا نسوي return لاحظوا return one وين؟ هنا هنا آخر مرة سوينا عملية استدعاء فهنا الحين يكون مكانها كم؟ واحد زي كده لاحظوا معي كيف كانت؟ بتصير كم؟ واحد فنقول اثنين ضرب واحد كم صار اثنين ضرب واحد؟ اثنين يعني الحين سوي return الاثنين نسوي لها return وين نفس المكان يستدعينا مننا آخر مرة اللي هو وين؟ هنا f-3-1 بيكون مكانها كم؟ بيكون مكانها اثنين فصار عندي return ثلاثة ضرب اثنين يعني كم هنا؟ ستة فالحين نسوي return للستة الوين؟ لآخر مكان سوينا منه استدعاء اللي هو هنا فاكتورية 4-1 فاكتورية 4-1 صار مكانها كم؟ صار مكانها ستة فقلنا 4 ضرب 6 كم؟ 24 سوينا return للآخر مكان سوينا منه استدعاء اللي هو وين هنا صار هنا مكانها كم؟ 24 5 ضرب 24 كم؟ هذا بيعطيني الناتج النهائي ويسوي لها return فقال لي فاكتورية 5-5 is 120 فناتج عملية 5 ضرب 24 يسوي كم 120 فاحنا سوينا return للـ 120 وين؟ لآخر مكان سوينا منه استدعاء اللي هو وين؟ في المين مثل اللي هو هنا عشان كذا طبع لي هنا 120 طبع لي string نفسه هذي بعده 120 فهذه هي عملية الركارجن أدري إنها عميقة شوي فعشان كذا أحسن حركة نتعامل فيها مع الركارجن نسوي بنفس الحركة هذي نتعمق معها نتعمق معها ندخل أكثر وأكثر وأكثر وهذه هي شرح بسيط العملية الركارجن وإلى هنا نكون تهينا من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر